لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان خير ما نبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم أتيتكم بقصة عجيبة وغريبة هي عبارة عن حلم ولكن لذلك الحلم علاقة بالواقع ما هي القصة ومن بطلها وكيف سأستفيد منها كأنا كأم مسلمة وأنت كمسلم اسمع وتعلم وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وادعو ليلة نهار أن تشملك رحمة الله فإن شملتك رحمة الله فعلم بأنك من الفائدين في الدنيا والآخرة قصة حدثت في السعودية مع شيخ جامع أو كما يقولون هنا إمام جامع هذا الإمام حياته كانت كلها بسيطة وعادية كما يقول حتى أتاه ذلك الحلم الذي غير حياته كلها أو كما يقولون رؤية لا نقول عنها حلم وتفسير أحلام إنما نقول هي رؤية ولا تفسير كما قلت كانت حياة ذلك الإمام عادية مثل حياته وحياتك وحياة أي إنسان إلى أن أتى يوم وبدأ يحلم برؤية معينة تتردد عليه مدة لا تقل عن عشرة أيام الرؤية هي أنه كان يسير في خط طويل أو كما يقولون ليس خط بمعنى الخط وإنما طريق عريض وطويل وهو يرتدي ملابس خضراء وكان يركن في ذلك الطريق الواسع ولم يكن يحس بالضيق وإنما يحس بالراحة والانتعاج والعرق يتصبب منه إلى أن يصل إلى مقبرة وهذه المقبرة ضخمة لدرجة لا توصف ومكتوب على اللافتة في الخارج مقبرة النسيم الغربي وعندما يصل إلى ذلك المكان يحس بالخوف طالما هو يركض في الطريق الطويل العريض ليس خائف ولكن عندما يصل إلى المقبرة يخاف لماذا؟ يقول أنه عندما يصل إلى المقبرة أعزائي المستمعين والمستمعات يرى كل الموتى وكل الأجداث التي دفنت منذ زمن طويل جدا في تلك المقبرة والأموات جميعهم قد خرجوا من القبور القبور كلها مفتوحة والموتى قد خرجوا بأكفانهم هذا كفنه ممزاق هذا كفنه بالي هذا كفنه جديد هذا وجهه مخيف هذا وجهه مثل القمر ألوم أن الجميع بدون أي استثناء خرجوا من قبورهم لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من البقبرة إنما موجودون ضمن المقبرة تماما وهم اقتضرون تماما وكأن المسألة حشر يوم القيامة كما يقول والبعض الآخر قد تسلق أسوار المقبرة وأصبحوا فوق بعضهم البعض والجميع يصرخ بهذا الاسم آتونا بفلان ابن فلان ابن فلان أنا لن أذكر اسم الشخص في الفيديو مثلا نقول محمد ابن أحمد ابن خالد محمد ابن أحمد ابن خالد يقولون اسم رباعي محمد ابن أحمد ابن خالد ابن مصطفى يقولون هذا الاسم ويتردد عليه ولا يفعل أي شيء سوى أنه يقف ويبدأ معهم يقول أين فلان ابن فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان ابن فلان فينظر إليه كل الموتة بتلك النظرة المخيفة باتجاه هذا الإمام ويقولون له أحضر لنا فلان أحمد ابن محمد ابن خالد ابن مصطفى أحضره لنا وقول له أننا نريده عندما تكررت الرؤية كثيرا على ذلك الشيخ قال سأذهب إلى تلك المقبرة فهذه المقبرة له وجود أساسي في السعودية أعزاء المستمعين والمستمعات ذهب ذلك الإمام وبدأ يسأل جميع الأشخاص الموجودين في تلك المنطقة ولا سيما الأشخاص الذين لديهم خبرة بمعرفة القبائل والشخصيات البالدة ومن كل تلك الأمور فإذا بيه بالحقيقة أعزاء المستمعين والمستمعات يتحصل على شخص له نفس الإثم الرباعي الذي تطلبه الأمر وتحرر الأمر فإذا بذلك الشخص كان في مكة يقوم بعمره بالفعل أخذ رقم هاتف ابنه وقال له سأتصل بك إذا عاد والدك قل لي وثوف آتي لأزوره لأن الموضوع خطير والموضوع مثل حياة أو موت بالرغم من أنه عرف بيت الشخص وبالرغم من أنه أخذ رقم ابنه وبالرغم من أنه اجتهد حتى وصل إلى ذلك الشخص إلا أن الحلم لم يتركه أبدا أبدا وما زالت الرؤية تتردد عليه وبقي ذلك الرجل أكثر من سبعة أيام في مكة وهو يقوم بأداء العمر إلى عنان اتصل بعد وكان يتصل ذلك الشخص بابن الإمام يتصل بابن ذلك الشخص أحمد بن محمد بن خالد بن مصطفى على الجوال حتى تأكد أن والده قد أتعب فقال له أريد أن أرى والدك اليوم فقال له والدي اليوم متعب تفضل غدا هو يصلي في جامع كذا اذهب إلي وتفضل إلى مدينة واشرب القهوة بالفعل أتى ذلك الإمام في ذلك اليوم بعد أن صلى في مسجده وأتى إلى المسجد الذي يصلي فيه حالة ذلك الرجل فوجده ينتظره كل ما قال في المسجد أين فلان ابن فلان ابن فلان أين أحمد بن محمد بن خالد بن مصطفى فرفع يده ذلك الرجل وكان متينا أي لديه بدانة في جسمه واضحة فأتى إليه وقال له ابني يتحدث معي في العمرة أنك تريدني والموضوع خطير ومسألة حياة أو موت وقال لي اسمك والحقيقة أني لا أذكر أني رأيتك أو أني أعرفك ومن أنت يا أخي وواوة فقال له أن لي قصة خاصة معك في الحقيقة والحقيقة ماذا أقول أنه لك أكثر من نصف مليون شخص يريده فبهو تذلك الرجل وقال نصف مليون شخص من هؤلاء قال لهم أنا لا أعرف أسماءهم لكنهم يذروني من كل يوم في المناع ويطلبون مني أن أحضرك إلى مقبرة النسيم الغربي التي هي أصلا قريبة من المسجد الذي تصلي فيه لأن ذلك الشخص يسكن في المنطقة القريبة من مقبرة النسيم الغربي فقال له ومن يريدني من هؤلاء النصف مليون أو المليون كما تقولون أو أكثر لأنك لم تعدهم فقال له كما قلت لكم أنه لا يعرف أسماءهم ولكنهم طلبوا منه أن يحضر ذلك الشخص إلى المقبرة أخذه إلى مندره وأكرم ضيافته وبعد ذلك قال له قصة عليه قصة وقال له القصة كما رويتها لكم أنه يسير في طريق طويل ويرتدي ملابس خضراء ويشعر بتعرخ شديد وعندما يصل إلى تلك المقبرة يجد أن كل من في المقبرة قد خرجوا وقد تسلقوا أسوار المقبرة لكنهم لا يخرجون منها والجميع يصرخ بصوت واحد نريد أحمد بن محمد بن خالد بن مصطفى أن يحضر إلى المقبرة فإذا بذلك الرجل المتين يفجر عينيه ويدحك 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 لدرجة أن الإمام به تبهاتانا شديدا ظن أن الرجل سيقاف سيقول له سرا خطيرا سيكتشف أنه ارتكب معصية سيقول له أن أجلي قدنا الآن حصحص الحق وسأعترف بجريمتي هذا ما كان يفكره الإمام ولكن الرجل بدأ يضحك ويدحك فقال له على ما تضحك فقال أوه ألتعرف أنني أكثر من عشرين يوم لم أذهب إلى أصدقائي الموتى فاستغرب الرجل وقال فعلا الرؤية أتتني منذ عشرين يوم أو حتى أكثر بقليل ربما شهر أو عشرين يوم لم أذهب إلى مقبرة النسي من غربي فقال له وهل أنت تعمل في المقبرة أصلا قال له لا والله يا شيخ لا أعمل في المقبرة ولكن لي قصة مع أولى الأموات فجلس ذلك الإمام يستمع إلى ذلك الرجل بانتباه شديد ويقول له ما هي قصتك ألا أخبرتني بها ولماذا يريدك كل هؤلاء الموتى؟ ولماذا أنا بالذات أتو إلي حتى أحضرك؟ يطلبون حضورك وكأنك ستموت ويجب أن تدفن معه فقال له ذلك الرجل الطيب السمين يا شيخ كلما سنموت في يوم من الأيام وسننزلت وفتحت التراب في الحقيقة لي قصة مع أولى الأموات أنا صديقهم منذ ثلاثة أشهر فقال صديقهم؟ قال نعم نعم أنا صديق وبدأ يقص القصة عليه قال له أنني شخص بنين واكتشفت مع الوقت أن هناك تعب في قلبي وأنا أن أجليت فحوص كثيرة أكتشفت أن الكوليسترول مرتفع جدا ندي وأيضا ندي نهون ثلاثية في الدم وهذا المرض خطير جدا مع البدانة وقد طلب مني طبيبي الخاص أن أثير في اليوم مدة لا تقل عن ثلاث ساعات في الصباح وساعتين أو ثلاثة حسب استطاعته في المساء وأنه خفيفة نهون وأن 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 والحقيقة أنه لا توجد أي حديقة بجوار منذلي أبدا لذلك نظرت يمينا ونظرت شمانا وأريد كما يقولون طريق صير طويل أمشي به ولا أشعر بالغربة فإذا بخاطر يأتي إلى المقبرة وقلت أفضل مكان أثير فيه لأن الأرصف في المقابر الطويلة وحول المقبرة نفسها الرصيف عريض وهي بشكل شبه مربع أو بيضوي تقريبا والرصيف حولها عريض جدا فقال كنت أركن سيارتي بالجهة المقابلة للمقبرة وأرتدي حزاء الرياضة وأقفز إلى الطرف الآخر حيث يكون رصيف المقبرة وأبدأ أثير حول المقبرة وأنا أخذت معي مائي ولكني لم أكن كما يقولون أضيع وقصي فقط في المشي إنما كنت أستغفر وكنت أسبح وكنت أحمل وكنت أكبر وكنت أدعو لهؤلاء الموتى كل يوم ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات في المساء اشملهم تقريبا بساعة أو ساعتين من دعاي اللهم اغفر لهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم موسى عليهم اللهم نور قبورهم اللهم ارحمهم برحمتك المهم أن ذلك الدعاء أصبح ثلثا جدا على لساني لكثرة ما ردته فكنت في كل يوم أدعو لهم في الصباح وأدعو لهم في المساء أدعو لهم في الصباح وأدعو لهم في المساء وصدقني يا أخي أني كنت أسمع في بعض الأحيان وحي من حيث لا أدري من هؤلاء الموت وهم يقولون آمين آمين لذلك هم يردونني لا لشيء سيء ارتكبته في حياتي ولكنهم مشتاقون لأن أدعو لهم وأن يغفر الله لهم وإن شاء الله تعالى سأعود إلى ما كنت أقوم به منذ البداية حتى وأذهب إلى المقبرة وأتمشى هنا وأدعو لهم الحقيقة أني منذ شهر تقريبا لم أعد أذهب إلى هناك لأنني عندما ذرت الطبيب قال أن انخفاض الوزن كان عندك جدا ممتاز والشيء الذي سأقوله لك ولست أعرف له تفسير علمي نهائيا أن مرض الكولسترول لديك اختفى الشيء نهائيا وأن الدهون السياسية لم يعد لها وجود لديك وهذا الأمر أنا لا أجد له تفسير ولكن اليوم بعد رؤيتك للمنام عرفت تفسير ذلك وعلمت أن هؤلاء الموتى قد دعوا الله أن يرحمني كما رحمتهم بدعائي بدع ذلك الشيخ إمام الجامع يبكي ويقول والله يبدو أني لم أقم بعمل كما يقولون يجعلني أشعر بالسعادة تجاه الآخرين والله إن لهؤلاء الأموات المساكين حق علينا فلربما لا أحد يدعو لهم لربما لا أحد يتصدق عليهم ولربما أحد لا يفكر بهم فالدنيا قد امتلكت قلوبنا وعقولنا وحياتنا وكل منا يقول الآن اللهم نفسي نفسي ولا ينتظر أن يذهب إلى يوم القيامة ليقول نفسي نفسي وهذه هي قصة تلك المقبرة وتلك الرؤية قال الأيتم إن الأموات يحسون بنا نحن الأحياء خبالنا ونحن جارسون الآن نستمع إلى الخصة وفي أي وقت في أي وقت أخر الصدقة أين كانت ولو كانت ريالا واحدا وقل اللهم هذه الصدقة خالصة لوجهك الكريم عني وعن والدي وعن والد والدي وعن من سبقون بالإيمان وعن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وكل من قال لا إله إلا الله وأيضا قل عن كل الأموات الذين لا يجدون من يتصدق عنهم أو يدعو لهم ليس من الضروري أن تقولها بإيثانك يكفي أن النية في قلبك كانت على هذا الأساس كلما جلست قل هذا الدعاء اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم وسع قبرهم اللهم اجعله روضة مرياض الجنة اللهم لا تجعله حفرة من حفر النار هم بحاجة إلينا في يوم من الأيام نحن أيضا سننزل في ذلك المكان ومثلما أنت دعوت لهم واستكثرت لهم في الدعاء وشملتهم بصدقتك صدقني صدقني أن الله لن يضيعك إن الله لن يضيعك إن الله لن يضيعك سيأتي من يتصدق لك وإن لم يكن من أولادك فضقني وسوف يأتي لمن يدعو لك وهو لا يعرفك سيأتي لمن يترحم لك وهو لا يعرفه يكفي أنه قال المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقد شمعك ما أربعه من رؤية وما أربعه من عمل صالح وما أربعه من شخص انتقى مكانا يدعو فيه للناس ولم يكن همه الدنيا فقط لم يكن همه فقط أن يشفى وأن يمشي فقط من أجل أن ينزل الكولسترول وأن ينخفض الدول السلاسية لديه وأن ينخفض وزنه وإنما رأى أن من حوله عن اليمين وعن الشمال هم بحاجة له فكان يمشي ابتغاء تحصيل منفعة في الدنيا وكان يدعو ابتغاء ماذا أعزاء المستمعين والمستمعين أن يحصل على أجر وسواب لو في الآخرة وشملة كل هؤلاء الأموات الذين لا يعلموا عددهم إلا الله وحده لا شريك لا ولا تظنن أن الشخص الذي لديه حسنات ليس بحاجة إلى الرحمة أن الشخص الذي ستدخل إلى الجنة أيضا ليس بحاجة إلى أن تتصدق عنه الجنة درجات فإن كان في الجنة الأولى ولا الثانية السابعة ولا الثادثة ولا الخامسة هو بحاجة إلى أيضا بعض الحسنات ليكون من أهل الجنة الأولى أي من الفردوس الأعلى إذن سواء كان الشخص جيد أو سيء من الأموات هو بحاجة إلى حسنا وهذه هي قصتنا بالمطلق ما رأيكم بها وما رأيكم بتصرف ذلك الشخص ولا بد أن ذلك الشيخ إمام الجامع قد تعلم درسا من ذلك الرجل الطيب هل تعلمون ماذا فعل؟ عندما تنتهي الصلاة دائما يدعو للأموات في صلاته ويجعل كل من أمه في ذلك المسجد أن يقول آمين وأصبح يشارك صديقه أحمد بن محمد بن خالد بن مصطفى الأجر والثواب في دعائي للأموات دائما والآن القصة قد وصلتك قد وصلت وأيضا الدعاء قد وصلت أتمنى أن تصل هؤلاء الأموات الذين هم بحاجة لك ولي لأننا في يوم من الأيام سنكون أمواتا وسوف نكون بحاجة لمثل هؤلاء الأشخاص الرائعين والطيبين الذين يشملوننا بدعائهم فكثير من أولادنا قد نثونا ونحن أحياء فكيف نبي حالنا ونحن أموات رأيكم بالقصة يهمني كثيرا شاركونا الأراء والتعليقات وسوف أرد على التعليق شخصيا معكم مديرة القناة الدكتورة أم عمر أخصائي التب البديل والمساجة الطبيعي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعوم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا